بعد تصريحات وزير خارجية الإسباني التي جاءت كرد على الجزائر أولا من المفروض على الأقل يرد رئيس الوزراء ولكن رد وزير خارجية على رئيس جمهورية هذا نوع من التقليل من الشأن في الفقه الدبلوماسي ولكن أمر آخر أن هذا وزير خارجية طرح عليه السؤال في حوار ولا يمكن طبعا أن يتهرب من هذا الأمر أمر آخر أنه وصفه بالجدل العقيم وأعتقد بأن لفظ الجدل ورد من قبل من خلال الأزمة التي كانت قائمة بين الجزائر وفرنسا حيث وصف بيان صدر عن الإليزي أنذاك ما يحدث بأنه جدل وأن الرئيس الفرنسي يتأسف على هذا الجدل وسوء الفهم أنا ذاك لم يستعمل لفظ العقيم لكن سوء الفهم وسوء التقدير وما إلى ذلك من هذه الكلمات التي تصب في خانة واحدة لكن فمع إسبانيا جدل عقيم يعني لا طائل منه لا يمكن أن يأتي بنتيجة معناها أن هذا القرار مفصول أمر مهم جدا وأنا تحدثت عنه مرارا وتكرانا وللأسف أن الجزائر لم تأخذه بعين الاعتبار يتمثل في لفظ السيادة قلت لكم مرارا وتكرانا أن قرار إسبانيا هو قرار سيادي وأنه هذا لا يمكن التدخل في القرارات السيادية بين الدول لأن هذه الدولة اتخذت قرار يخصها كدولة وليس في ظل هيئة أو قرار يصدر عن الأمم المتحدة أي هيئة دولية يقتضي الدول تعلق على مواقفها داخل هذه الهيئة لكن أن دولة تتخذ قرار سيادي في سياستها الخارجية من المفروض أن الجزائر مثلا تأسف أو شيء تأخذ موقف ولكن تضع حدود معينة حتى لا تكون المساس بالسيادة هذا قلت أنا منذ البداية الجزائر بسبب هذا الموقف أقدمت على خطوة تنمو بوضوح على وجود إزمة دبلوماسية أولا الجزائر كانت من المفروض تعلن عن بيان أن تستغرب أو شيء من هذا القبيل لأن هذا الموقف موقف سيادي لدولة يعني موقف سيادي لدولة تجاه قضية أخرى تحتجب عليه الجزائر باستدعاء السفير وها هو وزير الخارجية يرافع إلى هذه المسألة وهذا منعطف خطير معناها أن الجزائر إذا صعدت من خلال هذا التراشق اللفظي عبر التصريحات مع إسبانيا أو اتخذت مواقف أخرى مستقبلا معناها أن الجزائر ستتهم أوروبيا بأنها تحاول المساس بسيادة إسبانيا عواقبه وخيمة طبعا ولديه أيضا تأثيرات سلبية هذا من جهب ترجمة نانسي قنقر